فكان ساعتها مجال مراهبة لسه مش متطور ده في نقطة مهمة أولا سيد محمود انك انت قلبك على البلد وقلبك على المواطنين وهم مش قريبك يعني ده لا مواطنين ابن الارياف بيبقى وابن البندر برضو نفس الكصة بس ابن الارياف لما بتيجي مثلا تلاقي عزة بتلاقي البلد كلها زعلان يعني عربية محمود تسرقت البلد كلها بدور عربية محمود المحافظة كلها بدور عربية محمود فانت النهاردة جواك حب لكل الناس فانت كده كده لما تزعل حاسس بزعل كل الناس فانت مش عايز تزعل اللي جاي لك يبقى في حد زيك عربية محمود شرف يجب طب ترجمت الحب ده ازاي بقى ترجمته في تطوير النهاردة نزلت اشتغل في شركات كبيرة بدون تكلفة دخلت من قصة بوفيت عامها اشتغلت عامل بوفيت في اكبر شركة اتصالات ايجي نت عشان اعرف يعني ايه communication يعني ايه connectivity وابتديت ان انا افهم يعني ايه نقل data اصلا وابتديت ان انا اعمل امثلة مصغرة ان انا ابتدي بها اكتفل جريبة ان انا النهاردة اقدر بمجهود شخصي ان انا اشتغل على ده طيب دلوقتي اتعاملك مع افراد ام قطاعات ام شركات ام حكومة والله كل الاتجاهات احنا في قطاع الافراد طبعا نجحين مع قطاع الافراد بشكل كويس لان احنا لما نجحنا مع القطاع الحكومي اثبت مصداقية للفرد والقطاع الخاص يعني النهاردة احنا بنتعامل مثلا في التطوير يعني احنا شغلنا النهاردة ما بقاش في سنة بنسبع لما نكون عاملين حاجة جديدة لان انت لو ما طورتش انا برضو شاب بواجه اكبر شركات اتصالات موجودة في المجال طب ايه المنافسة سعر انت حجمك بالنسبة كراجل اعمال مثلا او كصعب شركة برضو مؤسسة متوسطة فعشان تنافس شركة كبيرة النهاردة فانت النهاردة ايه ايه اللي هيفرق فانت اللي يفرق سعر وتطوير فاحنا كان لازم نشتغل على السعر لازم نشتغل على التطوير طب ايه اللي هيمنع المواطن المصري انه ما يركبش كاميرا امانا ليه والاولاد والعربية عدم توعية يعني هي الجزئية دلوقتي النهاردة اللي هي مكلفة يعني ولا تكلفة ولا اي حاجة بس هو بيوصلها من ناحية لا انا مش مهم اعمال الحمد لله انا بقى في الجراج بالقف اه ومرضية على كده ولازم ان هو يتسرق عشان يبتدي يتوجه لشركة الكاميرات طب انت النهاردة مسلا بالعكس ده يساعد الشارع كله لا هو هو النهاردة التفكير انا قبل الشارع اه برضو مش تفكير ناقص عن توعية النهاردة اقول له حالك انت بتعمل خير وانا بعمل خير اه المشكلة ان الخير ده تعمله للشارع يعني انت النهاردة بدل ما بتعمل كل دير اعمل كاميرا بتغطي ويزميلك اللي بعدك مش شرط ان انت تعمل كاميرا على حسابك لوحدك انت ثلاث محلات وكاميرا بتحميك يعني فيه روح تعاون طب في حالة سيد محمود قبل بنساها انه انت بتطور الكاميرا تمام هل الحرامي يعني مش بيتطور ما هو بيتطور لا الحرامي بيذكر اكتر منه فاحنا بقينا زي ما تقول سيادت كده سبق ما بيننا وما بين الحرام هيقاوم اكتر المشكلة ما التكنولوجيا مش وقف واحنا مش وقفين يعني هو النهاردة زمان كان يجي يقولك مثلا المكان ده مش مركب كاميرا انا هاجه اسرقه فكان التعميم بتاع الكاميرات ما كانش زي دلوقت فبالتالي هو دخل سرقه ومش ما جاش لا دلوقت النهاردة مع التوعية ابتدى المحل اللي بعده يركب